سبق وأمر بأسوأ من ذلك ولكن هناك أيضا توقيتات لا يمكن ننساها يعني ارتبط هذا الأمر أيضا ليس فقط في وقف طاق النار في لبنان ارتبط في زيارة الرئيس السوري لنظيره الروسي وهو نادرا معروف في حالة الحروب يتردد الزعيم دائما من أكون خارج البلاد وارتبط الأمر بحديث أن هناك محاولة انقلابية حرب الشائعات الآن منتشرة يعني إشاعة انقلاب عن رئيس الأسد تمرد بفرق معينة إشاعة لتصفية الجولاني الحديث الآن أعود مرة أخرى لبلينكين عندما استخدم كلمة ديستراكشن هذا التشتت بمعنى أنه يقول بشكل مباشر أن حلفاء إيران ويعني بذلك حلفاء سوريا بعد ذلك إيران وروسيا ربما يعانون من تشتت السؤال أين هو تشتت في حقيقة الأمر هو يصنع صنعاً بمعنى الذي يجري الآن وتشتيت الانتباه عن المراد أساساً في كل هذه العمليات حيث الترابط ما زال الهدف هو تحرير رهاية في غزة وما زال الهدف هو تفكيك الساحات وتحييدها بمعنى جرى الفصل بين الساحة اللبنانية والفلسطينية الآن يعمق الفصل بين السورية واللبنانية في قلمون هكذا ظهروا فجأة وكأنه استدعاء لما تبقى من ميليشيا حزب الله بأن تنضم إلى هذا القتال فأين نحن الآن من طوفان الذي سمي طوفان الأقصى؟ لا أحد يتحدث الآن على الأقصى ولا عن حماس ولا عن أي شيء الآن عدنا للمربع رقم واحد بأن ما يجري هو خليط بين فوضى خلاقة حدامة سنرى ما هي النتيجة؟ هذا الذي جعل العراق يعني في هذه الأزمة عندما يتم التواصل العراقي السوري الإيراني الدول العربية بموقف غير مسبوك هذه الفيديوهات عزيزي مهمة جدا لأنها أشارت أنا أعلم هذا الكلام قد لا يرضي الجميع ولكن توقف بدون الحكم على الأمور توقف بليا بطبيعة الفيديوهات التي ضرهت في 7 أكتوبر وكيف أثارت نوع من التعاطف والتنديد مرة أخرى دون اتخاذ مواقف لكنها حدثت فارقا حددت ملامح هذه الحرب منذ البداية أبعدتها عن السياق التاريخي للقضية الفلسطينية وظهرت في إطار حماس داعش وظهرت في إطار رهائم الآن ترى هذه الفوضى بالصور أيضا تأتي من حلب استهداف المسيحيين استهداف الأكراد استهداف جنود جندي يخدم بلاده بشكل وطني ليس هو محل حرب تصفيات وهذا الذي قيل بأن الإفراج عن ضباط وتلميذ كلية العسكرية في حلب بأنه بموافقة سورية روسية تركية هذا يشير يا عزيزي أنه عدنا إلى أن هذه القضية هذه الحرب ما زالت يعني يتخذ فيها القرارات الكبرى على مستوى دولي وليس فقط لاعبين هنا وهناك لذلك هناك ارتباط بين غزة أوكرانيا ما يجري الآن في سوريا وعودة ترامب هناك من يرى بأن روسيا تعاني الآن في سوريا كونها منشغلة في الحرب الأوكرانية لا زالت هناك مدة طويلة حتى العشرين من يناير حتى وصول دونالد ترامب هناك العديد من المقاطع التي أوضحت بأن هناك قطعات للقوات الروسية الشرطة العسكرية الروسية وهي تنسحب من عدد من النقاط مثل على سبيل المثال القرى السبع عند دير الزور أو حتى كما نلاحظ من تسجيلات الطائرات هم نوعا ما من اللاذقية من طرطوس هناك كلام عن أن روسيا نوعا ما تنسحب هي منشغلة أوكرانيا أهم بالنسبة لروسيا مقارنة بسوريا رغم أهمية سوريا الاستراتيجية هل تعتقد فعلا أن بوتين في موقف صعب حرب هنا وحرب هناك ليس من السهل إدارة هذه المسألة لا شك عزيزي ولكن مصر أنا أعود لترامب لا يمكن استبعاد أين ترامب بكل هذه التطورات ودعني أستجلب للذاكرة وأعتقد أنها حاضرة في ذهن كثيرين من المهتمين في موضوع سوريا وأوكرانيا وهي مقولة أطلقها يوما وهو بغضب أطلقها الرئيس ترامب عندما قال ومنتقدا البنتاجون والسي آي لماذا تتدخلون عندما تقوم معركة بين طالبان وبين داعش في أفغانستان وهو يقول بما نقوله باللهجة العامية فخار كسر بعضه بمعنى عدو عدو يا تقاتلان لا تتدخل انسحب وانظر للمشهد هذا الذي يجري الآن عندما ترى المشهد يا عزيزي ما الرابط بين حماس وحزب الله والفصائل الموجودة على الساحة السورية في أبعادها سواء العراقية أو اللبنانية أو أفغان طاجيك أوزباكستان كل هؤلاء عزيزي ما يجبع بينهم أنهم باراميلتري هؤلاء تنظيمات ليست دول والذي سيتخذ في القرار في النهاية هو من يملك الجيوش من يملك الأسلحة الكبرى ما يعني الرئيس بوتين الآن إيقاف حرب أوكرانيا هذه أولوية بالنسبة له ويبدو بشكل أو بآخر تم ربط ما يجري في غزة في موضوع أوكرانيا في ترتيبات الشرق الأوسط لذلك أنا ما زلت عزيزي وأنا قلتها برارا على شاشتكم المواقرة الذي جرى في الساعة أكتوبر قرار التخذ بالقضاء على التنظيمات إسقاطها جميعا الآن السينيوريهات تبدو مختلفة ولذلك كان خطير جدا مشاركة بشار الأسد الرئيس السوري بدون أي تسميات جانبية نعرف حدة المواقف مهم جدا ما قالوا في قمة الرياض الثانية لأنه هذه هي الفرصة الآن لا أذيع سرا هناك تفاوض برفع العقوبات عن سوريا عن نظام بشار الأسد إلغاء قيصر هذا يعني بأن الترتبات مرتبطة كيف سيكون موقف الرئيس السوري فيما يتعلق في هذه الترتبات القادمة لا محال للشرق الأوسط وأهمها هي قضية الإفراج عن الرهائم في غزة كل هذا الاهتمام الإعلامي عزيزي في سوريا قد ترى شيء مفاجئ كليا إنجاز عسكري اختراق تبلوماسي في مطلق بالتحرير الرهائم في غزة أو انقلاب كل الموقف من خلال ضرب إدلب وضربها بلا هوادة بنيران غير مسبوقة لأن حينها انكشف ظهر هؤلاء الذي يسمون أنفسهم هيئة تحرير الشام هذه ليست معارضة عندما يكون الأوزبكي والطاكجستاني والأفغاني والباكستاني على طرفي المعادلة يعني بمعنى الذي يقاتل إلى جانب الأسد أو ضد الأسد هؤلاء غرباء وكثير من التنظيمات هذه إرهابية مصنفة بأنها إرهابية لذلك هذه فرصة تاريخية وكأنه عبارة عن إعادة ريهابيليتيشن عن بيتم للنظام السوري لديك موقف الآن تتخذ مختلف عن ما جرى في النسخة الأولى من الربيع العربي المشؤوم بمعنى العودة إلى محيطك العربي الاعتراف في أطراف إقليمية محبة للاستقرار والأمن حقيقة وليس الذي يرفع علم تركيا على قلعة حلب وليس شريك أردوغان في المعارضة الذي يقول حلب هذه جزء من تاريخنا من بلادنا وهو يلمح إلى الموصل فكيف تسكت عن التقاط هذه اللحظة التاريخية التي قد تكون هي ما يعد له ترامب من خلال ضهاقنا فريق لا تنسى أذكر اسم واحد طالسي جابرد عزيزي طالسي جابرد هذه التي لطقت بشار الأسد في 2017 اتهمت بأنها يعني تحاول أن تعيد الأسد إلى الصورة قالت لا أنا ضد الإرهاب وأنا مصالح الأمريكية الآن أصبحت مسؤولة عن 18 جهاز استخبارات في أمريكا هذه بفريق ترامب فهل سيكتفي بعودة القاعدة الذي قتل البغدادي سيسمح لبغدادي الجولان يعود إلى حلب سيسمح بسليمان آخر بعد ضربه بغزة وبلبنان أن يعود إلى سوريا قل لا